اسم التجربة اصنع طيفا الهدف من التجربة تصميم تجربة لصنع طيف عناصر الامن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر من سكب الماء تجنبا للانزلاق ادوات التجربة مصباح يدوي ورقة مقوات مثقوبة دورق كروي مملوء بالماء مثبت على حامل خطوات اجراء التجربة نغطي المصباح اليدوي بالورق المقوى بحيث نسمح لحزمة ضيقة من الضوء بالخروج من خلال الثقب نسلط ضوء المصباح في اتجاه الدورق فنلاحظ حدوث انكسار للضوء وتكون الوان الطيف النتائج يتحلل الضوء الابيض الى طيف من الالوان عند مروره خلال الدورق المملوء بالماء وتسمى هذه الظاهرة التفريق حيث ينكسر كل لون من الضوء الابيض بزاوية مختلفة قليلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر